نهاية حصان البحر ثم تقدمت الأسماك الصغيرة وقالت نستطيع حمل الأصفاد البحرية فوق القرش وإلقاءها عليها لتقوم بقرصها بشدة صر الحكيم لأفكار المخلوقات ولكنه فكر مليا وقرر إبعاد الكنز عن المملكة تحسبا من بعض القرش التي قد تفلت من قبضتهم وقد تتمكن من الاستيلاء على الكنز فأمر الحكيم حصان البحر بأن يبتلع الكنز ويخزنه في بطنها ويبتعد عن مملكة النور حتى انتهاء الحرب ولم يكن لحصان البحر أي خيار آخر فوافق على ذلك حتى يبتعد عن القتال فقام بابتلاع الكنز وغادر المملكة بعيدا عن المحيط وفي اليوم التالي جاءت جيوش القرش وها لها السحاب الأسود أمامها فاضطربت وتصادمت ببعضها البعض وفر بعضها هاربا أما باقي القرش فقد أحست بآلام استعقات الكهربائية وهرب بعضها وما تبقى منها تم قرصها بواسطة الأصداف البحرية تراجعت جميع القرش وانتصر جيش مملكة النور هنأ الحكيم الجميع على الانتصار ثم طلب من الحوت الأزرق أن يذهب ويطلب من حصان البحر الرجوع إلى مملكة النور وإرجاع الكنز ذهب الحوت إلى المحيط وطلب من حصان البحر الرجوع ولكنه أبى وقال إن الكنز ملك وسأكوئن مملكة لي وسأعين نفسي ملكا للمملكة الجديدة توسل الحوت الأزرق إلى الحصان ليقنعه بالعدول عن رأيه وما كان من حصان البحر إلا أن غادر بعيدا وترك الحوت خائبا عندما رجع الحوت الأزرق وأخبر الحكيم بما حدث غضب الحكيم غضبا جما وقال سوف أبعث بجيش مملكة النور معك أيها الحوت لتدلهم على الطريق ليحضر هذا الحصان الخائن لي مكبلا بالقيود تم القبض على حصان البحر وأعيد إلى مملكة النور ثم أنزل الحكيم لعنته على حصان البحر بأن جعله صغيرا جدا بحيث لا يتمكن أحد من ملاحظته جزاء لخيانته حزن الحوت الأزرق حزنا شديدا على صديقه وكان يبكي بشدة وينفث دموعه من رأسه منذ ذلك الحين وكانت هذه الحكاية درسا لجميع المخلوقات البحرية بالأمانة وعدم الخيانة النهاية انتهت قصتنا لهذا اليوم لماذا فعلت ذلك أيها الحصان الجميل؟ انظروا كم هو جميل حتى وإن كان صغيرا أرجو أن تكونوا قد تعلمتم درسا جيدا من هذه الحكاية ولمتابعة المزيد من القصص لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة وأيضا متابعة موقع مدرسة للمزيد والمزيد من القصص الجميلة أراكم في فيديو قادم وقصة جديدة إلى اللقاء أصدقائي